السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم شباب في مقطع جديد وليس ككل المقاطع فهو مميز وذلك لحذور صاحب الصوت الفخم أو صاحب الحنجرة الذهبية كالذي تراه في سبيستون الذي يقول سنعود بعد قليل بل هذا أحلى منه فلنرحب بصديقنا حامد مرحبا بك حامد بيننا مرحبا لكم أيضا وأهلا وسهلا سنقوم بعمل لو خيالك مع أخينا وإذا كنتم تذكرون فقد قمت بها قبل سنة مع صديقنا بيكستون الذي لا علمو ماذا حدث له المهم بدون إطار عليكم سأقوم بإعطاء حامد أسئلة ذات خيارين وكلها صعبة وسوف نرى ماذا سيفعل فهل أنت مستعد؟ أكيد مستعد هيا بسم الله لو خيلك أخي حامد بين العمل في اليوتيوب مدى حياتك أو الدراسة لمدى حياتك ماذا كنت لتختار؟ اليوتيوب مدى الحيات عرفت جماعة حيات جماعة إن شاء الله أنا بأدرس علام في الجامعة فمعناته بأدرس علام علام يعي يخص الفيديو فمعناته أدرس علام أسأل يوتيوب حسنا لو خيارك أن تعيش طوال حياتك مع أمك أو أبوك ألم أنهم الأعز عليك في حياتك لكن في موقف ما عليك الإختيار بينهما ماذا كنت لتختار؟ أووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هل انا صحنا فاختاروا الام نعم امي كم احواها اشتاق لمرآها ربي يحفظ لك الوالدين اوكي لو خيارك بين اكل الصلصة الحارة او اكل الثوم بصراحة ماذا تختار افضل ان اكل الصلصة الحارة اللذيذة لو خيارك بين الانتحار او ان يقتل احد افراد عائلتك امام عينيك تخيل نفسك في ذلك الموقف واجبني بكل صراحة يا دوكتون نعم ايه الانتحار وافرادك يا اخي انا احشقت اجواء التي يكون فيها شخص محاصر هكذا ولا يجد سبيل اسأل اسألها حلوة لكن بختار الانتحار لانني ببساطة لن ارى شيئا يعني امامي فانتحر لو خيارك اما تكون فائق الذكاء لكنك بشع او تكون غبي وفائق الجميل يا صديقي سأقول لك شيئا قل انا ذكي ولست جميلا اوه كل هذه البشا شاوة تقول انك لست جميلا هيا كفاك فا اكون ذكي ومشع شيء جدا عادي يعني من يهتم بكلام الناس اختاروا الذكاء وكون بشع لو خيارك تكون اصلعا مدى الحياة او تخرج في المدينة ببنطل السباحة في يوم برد جدا انا لست اصلعا ولكن اريد ان اكون اصلع يا اخي والله شعرك حلو دعك من السعى العام فا اصلع اختاري لو خيارك ان تغش في الامتحان في يوم رمضان وتنجح او لا تغش وترسب الصراحة بقول الحقيقة اعرف كل حالتين اغش في رمضان او من رمضان اغش فيعني اتوقع اني اغش في رمضان لو خيارك تتزوج امرأة عجوز شمطة غانية كثيرا او فاقرة فاقرة الجمال ولا تملك اي شيء الفقر يا اخي الفقر اعيش هابي اعكيد فقيرة فاقرة جمال خلدي عايوز ليش سوال فقيرة فاقرة جمال عادي يعني شعار الباضي بصرف عالوش كلا لو خيارك تعيش حياة رائعة وتموت بطريقة بشعة او ان تعيش حياة سيئة وتموت بطريقة مرحة يعني كلاهما فيه الموتة وانت اختار الذي يناسبك اه افضل انا عيش حياة سيئة وانا ساعدل هذه الحياة واموت بطريقة مريحة لو كنت مكانك كنت ساختار الحياة الجميلة لان في لحظة الموت سواء كانت جيدة او سيئة فكلاهما موت واخيرا لو خيارك يا اخي وصديقي تتزوج وتعيش اربعون سنة فقط او اعزب وتموت في العمر الثمانين ماذا كنت لتختار حسنا تختار اتزوج واعيش اربعين سنة لا ادري ممكن لا اموت اربعين سنة لكن لا تخيل فاختاروا اربعين سنة كيف كان شعورك يا حمد وانت تتعرض لهذه الاختبارات اه صراحة يا دوكتون يعني انا شخص ما عندي مشاعر فشعورك كان جدا هول يعني لو كان كل شيء حقيقي وكنت في تلك مواقف اكنت بتعملها او تقوي شيء اخر اه لو كان صج يعني ايه لو كان صجي يمكن ايه يمكن اتوقع بس ممكن لي اربعين سنة ويخليه ثماريد يعني يمكن يعني احتمال ما هو اسوأ اختيار من بين هذه الاختيارات اسوأ اختيار اتوقع اللي هو الانتحار او قتل احد افراد من عائلتك امام عينين اشكرك صديقي على هذه الزيارة الرائعة فقد استمتعت معك اه لقد استمتعت كثيرا لانه كان شيئا جديدا وسرت خاص ما رأيك ان تقول شيء للدوكتونيين ساقول شيئا واحدا ارجوك اجعل هذه الاسئلة منطقية اجعل هذه الاسئلة منطقية حسنا وهذا ما لدي والى لقاء اه على السلامة حسنا في المرة القادمة ساجعلها اكثر منطقية سوف اكثر لك من انتحارات المهم يا شباب كان هذا الشخص عزيز علي كثيرا لذلك ما رأيكم ان تزولوا قناته فهي رائعة جدا ستجدون الكثير من المقاطع التي يمكنكم ان تتمتعوا بمشاهدتها لذلك اذهبوا واشتركوا معه فانه عز على قلبي وحبكم وكان هذا كل شيء لهذا اليوم اراكم في المقطع الاخر كان معكم اخوكم دارت او عبدو مع السلام اشتركوا في القناة